خلينا بداية نفهم ما هو تعريف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ما هي اختصاصاته؟ أولاً مساء الخير وكل سنة وانت طيبة حضرتك بالصحة والسلام القانون اللي صدر ده مؤخراً هو القانون رقم 28 لسنة 2020 صراحةً هو صدر لإعادة تنظيم عملية الإعلان ككل سواءً كنا بنتكلم على بانر بنتكلم على سايد ناشر بنتكلم على أسس من ضمن القانون ده في المادة التانية منه أصدر أو أنشأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات تمام الجهاز جهاز وليد ولما تبص في تكوينه تحس أنه هو حكومة مصغرة تقريباً في 8 أو 9 وزراء في وزير الإسكان، في وزير نقل، في وزير كهرباء، في وزير البيئة، في وزير الثقافة، في وزير الدخلية، في وزير دفاع، في وزير الطاقة الوزراء بأنفسهم وليس يعني ممثلين عنهم لا 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 هو يرأسه رئيس مجلس الوزراء القرار بتاع الإنشاء لسه والتكوين ما صدرش بطبقاً للقانون يعني مجلس على أعلى مستوى، لماذا؟ أين كانت المشكلة بحيث يتم تشكيل مجلس بهذه التركيبة؟ الفوضى، الفوضى في مسألة الإعلانات كنا بنشوف كلنا على الطرق العامة الإعلانات كان فيها نوع من العدم التناسق الحضاري وكمان مسألة الطاقة احنا بنشوف بنارات لها مولدات كهرباء وبنارات واخدة من ضاء الشارع كان فيها نوع من عدم التنظيم خاصة في المدن وعواصم المدن اللي مش في العاصمة هنا في الطاهرة الجهاز ده لما، القانون ده لما أصدر لما صدر في 2020 اللي احنا فيه ده بنى على القانون 66 لسنة 1956 وخد من حاجة اسمها الأسس والمعايرة اللي كان عاملها الجهاز القومي للتخطيط العمراني ده صدر به قرار سنة 2010 توضع فيه أسس للإعلانات القانون ده استقى منه كل الأسس منه ولكن ولكن أحال كل أمور متعلقة بالإعلانات للجهاز ترجمة نانسي قنقر بالإحام